كشف اللواء الركن معن السعدي القائد في جهاز مكافعة الإرهاب العراقي كشف عن خوض قواته معارك شريسة في المناطق المحيطة بالشقاق السكانية في حي نابلوس معلنا تحرير 70% من حي الرسالة كما أكد أن الموقف جيد وأن الخطط تسير وفق ما هو مرسوم لها على الرغم من أن داعش يقاتل بقوة وشراسة التفاصيل في سياق هذا التقرير اشتباكات عنيفة تتواصل في أطراف المدينة القديمة بالجانب الغربي من الموصل بين القوات العراقية ومسلح تنظيم داعش الإرهابي جغرافية أحياء المدينة القديمة لغرب الموصل فرضت واقعا صعبا للمعارك فالقوات العراقية تخوض بحذر مواجهات شريسة مع عناصر داعش في أزقة المدينة القديمة قائد عمليات قادمنا يا نينواء الفريق عبدالأمر يارالله قال إن القوات العراقية تعمل في منطقة صعبة داخل الجانب الأيمن من المدينة كما تشير آخر تطورات المعركة إلى تقدم قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع باتجاه باب الطوب ومنطقتين القراج وباب الأبيض إضافة إلى باب الجديد واقترابها من التوغل داخل المدينة القديمة وتزامنا مع ذلك واصلت القوات العراقية تطهر القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة وتمكنت من إعادة السيطرة على محطة الوقود ومطحنة الراشدي غرب الساحل الأيمن أما في الجنوب فاستعادت قوات مكافحة الإرهاب السيطرة على حيي نابلوس واليرموك تقدم أعاد للسكان ثقة بحياة أفضل وأكثر أمنا وبينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأحياء المحررة ينصب جهد القوات العراقية على كسر خطوط الدفاع الأخيرة لداعش في باقي الأحياء كما أعلنت بدورها وزارة الدفاع العراقية أن ستتقادت عسكريين من المسلحين الأجانب بينهم قيادي روسي بالتنظيم قتلوا أيضا في غارة جوية للقوات التي تقودها الولايات المتحدة لدعم القوات العراقية في حملتها لاستعادة الموصل ويبقى تنظيم داعش الإرهابي يدافع باستماتة غير مسبوقة مع تقدم القوات العراقية على الأرض نحو محطة القطارات لتقترب من جامع الموصل الكبير جامع النوري الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكرين البغدادي عام 2014 عبر الأقمار الصناعية من بغداد معي الخبير في الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي مسأل خير أهلا بك معنا دكتور هشام وضع داعش في الموصل في الوقت الراهن هل وصل لمرحلة يجعلنا نتساءل ما العوامل التي تجعل هذا التنظيم صامدة حتى هذه اللحظة حقيقة المقاومة الشرسة ترجع أنه يأس من أن ينقذ نفسه بعملية مباغتة أو يفتح طريقا للهروب عملية الحصار التي قامت بها القوات المشتركة العراقية وأكدتها طائرات التحالف الدولي حيث كانت تلاحق فلوله الذين يحاولون الهروب باتجاه تل عفر وبالتالي النتيجة أنه أصبح يائسا من أن ينقذ نفسه فلجأ لهذه العمليات الانتحارية وغالبا من يأس من الحياة سوف يقاتل بشراسة من أجل أن يقتل من خصمه أو عدوه الكثير هذا هو السبب النفسي ليس أكثر هم لا يمتلكون تلك القدرة على الصمود لو لا ذلك الحصار والتضييق هذه المعركة تعتبر هي المعركة الأعند بحسب قوات النخبة العراقية قيادات النخبة العراقية في حسب تصريحاتهم المتكررة أنهم لم يشاهدوا هذا التنظيم المتطرف يقاتل في أي جغرافية من العراق بمثل هذه الشراسة ربما ألجأت إليه القوات العراقية وبتوصيات من هيئة الأركان للتحالف الدولي بحصرهم في هذه المناطق بحصارهم في هذه المناطق ربما كان خيارا ليس صحيحا كان الأولى أن يفتحوا لهم طريق كما حدث في الفلوجة ثم يتم القضاء عليهم بواسطة الطائرات في المناطق الخالية من السكان بهذه المرحلة عن أي خطط أو تكتيكات ممكن أن يستخدمها داعش في الفترة القادمة الفترة المتبقية من هذه المعارك حقيقة اليوم هو غير تكتيكة فبدأ يسحب العوائل إلى عمقه في المدينة القديمة الحي الذي يشعر أنه هزيمته أصبحت به حتمية يجبر السكان أن يتحركوا إلى المناطق التي يسيطر عليها كما حدث في جزء من حي نابلوس وجزء من منطقة الموصل الجديدة التي تحرر منهما 70 إلى 80% من هذين الحيين وبالتالي بدأ يكدس السكان بالإكراه باتجاه المدينة القديمة أيضا هو يشعر أن القوات المشتركة العراقية النخبوية بتعاون التحالف الدولي باتجاه إطلاق معركة يمكن أن يطلق عليها معركة الأبواب باب الطوب وباب لكش وباب جديد وباب البيض هذه أربعة منافذ القوات العراقية تنتظر أن تتحسن الأجواء حتى تكون بهذه العملية الواسعة عند ذلك تكون المدينة القديمة حررت بشكل كامل نعم بموضوع دروع البشرية التي بات يستخدمها داعش في الآونة الأخيرة بشكل أكبر من ذي قبل كما قلت حضرتك كيف يمكن أن تخدمه هذه النقطة إلى كم من الوقت وفي المقابل كيف ما خطت القوات العراقية لإنقاذ هؤلاء حقيقة الكل يوصي القيادة المشتركة العراقية أنه من يتولى هذه المعركة هو جهاز مكافحة الإرهاب وهو جهاز نخبوي لا يستخدم الأسلحة الثقيلة في محاربة العدو ويطلبون بحسب التوصيات سواء كانت عن طريق المحللين أو المراقبين أو المستشارين المختصين أن لا تشارك القوات التقليدية مثل الشرطة الاتحادية التي تستخدم القوة المفرطة في الرد على مصادر النيران القادمة من هذا التنظيم المتطرف هو يريد أن يورط القوات المشتركة المحررة في معركة يكون أكثر القتلى هم المواطنين بسبب الأخطاء الغير مقصودة أو بسبب القصف العنيف بالتالي أظن أن رئيس الوزراء العراقي سوف يستجيب إلى هذه الاستشارات لكن هذا سوف يعطي للمعركة عمرا أطول لأن معركة الخلايا أو السرايا الراجلة لجهاز مكافحة الإرهاب هي بطيئة وحذرة لكن فيها الأخطاء الغير مقصودة باتجاه المواطنين والبنى التحتية قليلة جدا إذا ما تحدثنا عن خصوصية كل نقطة تستعيدها القوات العراقية الجامع النوري اليوم ومدى أهميته بالنسبة لداعش طبعا نعلم له رمزية معينة إلى أي درجة لو تحدثنا باختصار لو سمحت عن أهمية هذا الجامع علمنا بأنه له رمزية خاصة لداعش وإلى أي درجة هذا سيكون من ضمن التحولات المفصلية في تقهقر داعش في الموصل حقيقة داعش لم تقاتل على أي بناية أو مقر بهذه الشراسة مثلما قاتلت على جامع النوري الكبير هو يعني لهم قصر الخلافة حيث دخله الخليفة المزعوم والمنبر يعني لهم عرش الخلافة فداعش إذا خسرت الجامع النوري هي خسرت قصر الخلافة وعرش الخلافة وهذا يعني ربما فقهيا يلزمهم أن بيعة هذا الخليفة الذي لم يستطيع أن يحافظ على مركز الخلافة وعرش الخلافة هم في حل من تلك البيعة هذه الرمزية لها معنى فقهيا كبير أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة شكرا